اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميح وزير شؤون الاعلام حرص مركز الاتصال الوطني منذ انشائه وتنظيمه بمجب المرسوم رقم 84 سنة 2016 على توحيد الخطاب الاعلامي الحكومي وابرازه محليا وخارجيا من خلال تعميق الشراكة بين الاجهزة الرسمية والمؤسسات الوطنية والانفتاح على وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية بما يعكس انجازات المشروع الاصلاحي لصاحب الجلال عهل البلاد المفدة الرمح اعرب لدى حضوره اللقاء التعريف الذي نظمه مركز الاتصال الوطني في مقره بمجمع وزارة شؤون الاعلام حول انشطته واهدافه وبتواجد عدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى والصحفيين والاعلاميين اعرب عن اعتزازه بالكوادر الاعلامية الوطنية الشابة وبدورها في تفعيل دور المركز لقناة استراتيجية للربط والتكامل بين الجهات الحكومية في رصد وتحليل الاخبار والبيانات وحلقة وسط بين الاعلام المحلي والعالمي في نشر الحقائق والمعلومات نوه الى الحرص على توفير كافة الامكانات والتسهيلات امام مواصلة المركز لمهامه بكفاءة ومهنية وفعالية كمركز مستقل ماليا واداريا عن الوزارة بما يخدم استراتيجية التطور الاعلامي وفقالية عصرية لرفع الكفاءة البشرية والفنية والرصد والتحليل وتبادل الاخبار والمعلومات وبناء علاقات فاعلة ومستمرة مع وسائل الاعلام بشقيها التقليدي والحديد بما في ذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يكون سباقا في نشر الحقائق والمعلومات وموجهة التحديات الاعلامية الراهنة محليا ودوليا اكد سعادة وزير شؤون الاعلام ان عقد هذا اللقاء التعريف يؤكد اهمية تضافر الجهود الوطنية للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمؤسسات الصحفية والاهلية والمدنية كشركاء اساسيين في النهوض بالاعلام الوطني بجميع قنواته وزيادة تأثيره وتدعيم دوره كعنصر اساس في الحفاظ على امن الوطن واستقراره واطلع الرأي العام المحلي والعالم على حقائق الانجازات التنموية والحضارية الشاملة والمتواصلة خلال العهد الزاهل لصاحب الجلال الملك المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومؤذرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد على النائب الاول رئيس مجلس الوزراء من جانبه قدم سعادة الدكتور محمد علي بهزاد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني عرضا تعريفيا بهداف إنشاء المركز ومهامه وصلاحياته بشأن وضع خطط واستراتيجيات الخطاب الإعلامي الحكومي ومتابعتها وتنسيق المهام التنفيذية لاستراتيجية الاتصال والإعلام الحكومي فضلا على إدارة عملية وأنشطة الاتصال والإعلام الحكومي لسيما في أوقات الأزمة بما يسم في توحيد هذا الخطاب وإبرازه في مختلف المحافل والوسائل الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية ونوها إلى وضع اللبنات الأساسية للاتصال وبناء العلاقات والشركات الإيجابية مع العديد من مكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية والإعلامية الإقليمية والعالمية من خلال تزويدها بالأخبار والمعلومات الصحيحة والرد على أي تقارير مثيئة أو معلومات مغلوطة ويتم تصحيحها اليوم هناك عدة أسألة طرحت من خلال السلطة التشريعية موجهة لي شخصيا حول موضوع المركز الوطني للاتصال وكان هناك تساءلات من الأخوة في الصحافة حول عمل المركز الاتصال الوطني أنا كنت حريص أن يكون هناك في تواصل دائم لذلك تم توجيه دعوة إلى عدد من الأخوة النواب في السلطة التشريعية لحضور هذا اللقاء مع عدد من الصحفيين كان الهدف منه هو أن يقدم عرض شامل من خلال الرئيس تنفيذي المركز الاتصال الوطني ويوضح فيه دور المركز الوطني ما في شك أن الإعلام الخارجي بشكل عام هو هم يشيله كل مواطن بحريني محب للبحرين ما مرت فيه البحرين في السنوات الماضية من حاملة إعلامية غير منصفة من عدد من مؤسسات إعلامية اللي كان المفترض فيها التوخى الحذر في نشر أي معلومة لله الحمد ما تنعم فيه البحرين من قيادة استثنائية مرت بظروف أكثر من استثنائية اليوم عطى انتباع جدا ممتاز عطى حقيقة حول الوضع في البحرين ما تنعم به البحرين من نعمة أمن نتمنى دائما أن الله يديمها علينا هذه الصورة يجب أن تستمر كصورة إيجابية من خلال المركز الوطني المركز الوطني طبعا ما رح يقدر يقوم بدوره إلا من خلال تعاون جميع الجهات المؤسسات الحكومية المؤسسات المجتمع المدني إصال صوت البحرين للخارج هي مثل ما ذكرت في العرض بأن هناك معادلة صعبة لا نبالغ في ردود فعلنا تجاه أي شيء يكتب عن البحرين نثق في نفسنا نثق طبعا في أولا وآخرا في قيادتنا نثق بالله سبحانه وتعالى وما ننعم به الحمد لله من نعمة استقرار ثقاتنا في جبهتنا الوطنية في وحدتنا الوطنية ولكن في نفس الوقت لا نستهين بما يكتب عن البحرين أو عن الخليج العربي بشكل عام يجب أن تصل الصورة والصوت والكلمة بشكل الصحيح يعني ساعتك تعولون بشكل كبير على هذا المركز في الرد على مختلف الإسرائيليات إن صحي التعبير التي توجه ضد البحر ما في شك بأن مركز الاتصال الوطني بإذن الله بوجود كفاءات شابة بحرينية إن شاء الله رح يحقق الهدف اللي أنشئ من أجله ولكن أؤكد مرة ثانية أن المركز لن ينجح إلا بتعاون جميع الجهات تجرباتنا أحد التجارب اللي احنا مستمرين فيها بحيث أن نحن قاعدين مع السلطة التشريعية اليوم قاعدين مع الصحافة مع كتاب العمدة أن نعرف آراءهم سواء في عملنا أو تطلعاتهم للأمور اللي نحن نمشي فيها المستقبل على أساس العملية هذه تكون بناءة لازم تكون مستمرة فاليوم نحن قاعدنا بس لكن هذه ما راح تكون الجسل الأخير بس بيكون عندنا آليات مستمرة لأخذ التغذية الراجعة سواء كانت من السلطات المختلفة اللي موجودة في البلد أو حتى من المواطنين أو حتى من الناس العاديين اليوم عرضنا بعض الدراسات المسح اللي قام فيها مركز الاتصال الوطني وشنو انطباعات المواطنين شنو أولوياتهم وهذه أحد أنواع التغذية الراجعة اليوم نسأل عن مواضيع معينة بكرة لما تنرسل رسالة معينة نشوف الصدع عليها مرة ثانية وبتكون ماشية طريقة باستمرار ترجمة نانسي قنقر